ورغم القمع والتسويف هي استراحة محارب أعد نفسه على مدى 16 عاما لتلك اللحظة للثورة باختصار هذا ما يردده ثوار تشرين خلال الهدنة التي أخذوها بسبب تفشي فيروس كورونا وسم وعد ترجع الثورة أطلقه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا فيه على عودتهم إلى الميادين والساحات التي ملأوها خلال ستة أشهر في ثورة عارمة كان هدفها الأساس إسقاط العملية السياسية الطائفية وطرد الأحزاب الفاسدة حمل الوسم صورا ومقاطع مصورة تضمنت حملة إعلامية واسعة على مواقع التواصل استذكارا لشهداء الثورة وتأكيدا على مواصلة التظاهرات والعودة إلى الساحات فور الانتهاء من أزمة فيروس كورونا نشطاء في التظاهرات أكدوا أن بعض الأحزاب تشعر بارتياح حاليا بسبب عدم وجود أعداد كبيرة من المتظاهرين في ساحات الاعتصام وبعض السياسيين يعتقدون أن التظاهرات في العراق انتهت بسبب انتشار وباء كورونا وهذا ما تم فيه الوقائع فمعظم الساحات يتواجد فيها المتظاهرون وإن بأعداد أقل حفاظا على أرواح المتظاهرين وسلامتهم كما أكدت ذلك اللجنة المنظمة للتظاهرات الثوار أكدوا أنهم سيعودون لترتيب صفوفهم بعد انتهاء خطر الوباء المنتشر والعودة مرة أخرى للتظاهرات ضد النظام الحاكم إلى حين تحقيق جميع مطالب الشعب العراقي الكثيرون رأوا خطوة المتظاهرين بإيقاف التظاهرات الحاشدة تدل على الوعي الكبير لهم والحرص على سلامة زملائهم وتحقيق الصالح العام وهذا جزء يسير من الوعي الذي جعلهم يملؤون الساحات رغم آلة القمع الحكومية وحملات التشويه والكذب والتضليل التي قادتها الأحزاب أيام وربما أسابيع وتعود الثورة التي مثلت للكثيرين آخر المحاولات وبصيص الأمل الوحيد في آخر النفق الذي دخله العراق منذ 2003